السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي زيكم عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله من ساعة من واتساب ابتدى يحط الفيتشر او الميزة او المميزات ان انت تقدر لو انت بعدت رسالة الواحد بالغلط ومسحتها دا ابتدى الموضوه دا يدايق بعض الاشخاص وابتدى الموضوع يدايق فعلا بعض الاشخاص الجامد ان انت بتبقى عايزت تعرف الرسالة اللي calidad لك دي هالرسالة دي كويسة هالرسالة دي حسنا بان الناس عندها فضول ان هيت تعرف الرسالة اللي قدت له دي دي كانت ليسالة ايه بزبط وممكن يروح بمسحة مشاش تمر للسالة متى زي اللي ببعت ميل ويروح عامل ريكول او يرجع الميل قبل ما يجيه لك نفسك ش ordinary بس انت طبعا ما بتعرفش في الميليات انت بتعرفش لكن في الواتساب بيقولك ان الميسج دي ديليتد فالموضع بيدايق قوي فان شاء الله في الفيديو ده انا هقولك على ميليش علاقة بالواتساب خالص الواتساب اللي عندك هو هو اللي هيفضل عندك مالوش اي علاقة انت تنزل الواتساب دهبي بيربل اسود ولا اي ولا اي حاجة خالص انت الواتساب اللي عندك شغال زي ما هو وهتنزل جنبيه برنامج مساحته ستة ميجا اللي ما يعرفش في المساحات قوي ستة ميجا دي يعني عبارة عن صورة يعني صورة او صورتين بالضبط مساحة صورة او صورتين برنامج بسيط جدا بس برنامج بيسجل اي اشعارات بتجيلك او اي نوتيفكيشنز بتجيلك عن موبايل يروح مسجلها عنده واول ما انت بتروح داخل يروح اقيل لك الرجل ده بعت لك كزا 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 يعني مروش اي علاقة بالواتساب بس في الفيديو ده العلم بس بالشيء فمش هتلاقي رسائل المجموعات هتظهر اعتقدش ان الرسائل المجموعات دي ظهرت لان انا جربتها بل كده في الرسائل المجموعات ان انت او تكتبها على جروب وحد يعني يبعت حاجة على جروب يروح مساحة ان انت تشوفها لا صعبة مش مش سهلة اما لو جات لك حاجة برسنل يعني وجات لك حاجة شخصية واحد مثلا بيكلمك شخصي وبعد كده مسح الرسالة لا ده انت كده ممكن تشوف الحاجة دي فان شاء الله ان شاء الله تبعوني انا نسيت صحة لكم انا معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجة اه يعني تفتكر票 الاسم ده كويس اسم محمد تحسين من قناة سرشاجة اللي انت سنزله ده او التطبيق او البرنامج اللي انت هتنزله ده البرنامج ده من اه متجر جوجل雅. يعني امن تماما مش مش برنامج خارج من برا او من مصدر غير معروف لا 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 خالص هو برنامج من جوجل بلاي ستور ومساحته ستة ميجا وان شاء الله ان شاء الله هتعرف تستخدمه بسهولة جدا ويلا نتابع يعني تابعوني في يعني الفيديو الحتة اللي جاية دي ان انا اقدر اشرح لكم الخطوات بتاعت البرنامج وازاي وكمان حضرت لكم كده شوية رسائل اللي انا بعدها لحد وحد يجربها معي وان شاء الله ان شاء الله تشوف البرنامج فعال ولا لا فتابعوا شكرا جدا لكم وما تنساش قبل ما تروح الفيديو تعمل لايك وتشترك معا في القناة لان فعلا فعلا انا محتاج دعمك شكرا اوليكم اه واقع هيا جماعة البرنامج هنكتب في البحث عن التطبيقات على كلمة نوتي اسمه نوتي سيف معلش نمسح لي كده عشان انا كنت كتبها غلط نوتي سيف وبعد كده ندوس سير هو اول احد يطلع هو ده هو ده البرنامج اهو نقرب دي كده شوية ونروح ده يصين تثبيت اهو البرنامج عبارة عن ستة ميجا يعني لا تذكر يعني بص هو حتى نزل ستة ميجا هو يعني حتى البرنامج سهل جدا وبسيط قوي يعني اهو كده خلاص البرنامج نزل حتى كمان مش محتاج اي حاجة بموضوع سهل قوي بصوا بقى البرنامج اهو اه تدوس على كلمة سماني بس هنهرفع الفيديو ده كده شوية لفوق اه تدوس على كلمة التالي اه التالي السماح بالوصول ندوس سماح اهي بيقول لك اهو يعني تدوس على كلمة نوتي سيف هندوس التالي اهي التالي وكلمة نوتي سيف فين 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 اهو اهو هندروح الفاتحين دي كده اهو حتى يقول لي اه سيكون نوتي سيف قدرا على قرارات جميع الاعلامات اهو هتقول له اهو ما هو بيقرأ النوتي بيقرأ او والاشعارات اهو سماح خلاص اهي بعد كده هنخرج ما هو المفروض نخرج ولا نخرج كده اهو بعد كده سماح اهو سماح تحميل قائمة التطبيقات التالي بعد كده هنروح اي زين كل التطبيقات كده بقت كل التطبيقات موجودة اهو كل اي تطبيق موجود هو هيقرأ بتاعتك ونروح هملي ده هيبقى عامل زي مركز كده زي مركز تشوف الاشعارات كلها بتاعتك وبعد كده هنروح خارجين من ده نرجع الورى كده بس كده اهو التالي كده نرجع الورى اهو فين فين تي ما فيش اي حاجة تاني هكذا نرجع التالي بص انا معاكم اهو بيقول لك سلك بدون تقلاو تحسين اداء البطارية ان هو مش عايز بص يا جماعة ان البطارية البرنامج ده بيبقى شغال في الخلفية فهو البطارية ممكن توقفه شوية علشان اه هو بيستهلك شوية من البطارية زي اي برنامج كده زي مثلا المسنجر ده برضو بيستهلك من البطارية لان لو اي حد بعث لك اي رسالة بتجيلك في وقتها فاهو فاحنا هندور على كلمة اهو حتى اهو مش موجود كمان غير مسموح به حتى اهو كمان مش موجود طب لو احنا كتبنا في في النوتي سيف مش موجود طب جميع التطبيقات اهو نوتي سيف مسموح به خلي بيقول لك خليه عدم السماح اهو عشان ما يجيش تحت البطارية وهي البطارية توقف لك البرنامج عن عمز اهو ده البرنامج اهو نرجع بقى دي كده خالص اهو برنامج فين اهو البرنامج اهو نوتي سيف اهو بقى البرنامج ده شغال والدنيا بقت تمام جدا عليه نجرب بقى نبقى تلاقي حاجة هس كده اهو ده كده بص يا جماعة انا هفتح الواتساب اهو سواني سواني يا حمود اهو ده الواتساب محمود تحسين اهو كان بقيت لي حاجة على المسنزر اهو دي كل دي كل الرسائل هتكده محمود ابعت لي مسلا اي مسلا هنبعت مسلا وليكن هبعت مسلا ليها مسلا هواي فكده جات كلمة هاي تحت اهي تمام تمام فانا دلوقتي بعت الماما وقلت لها ازايك يا ماما فهي دلوقتي اهي جات اهي عندها ازايك يا ماما طيب اي راييكم دلوقتي امسك كده انا اهو لا لا سانة خالص مفيش حاجة انا دلوقتي هروح خارج من هنا كده وهروح قافل الموبايل ده خالص اهو سواني هقفل الموبايل ده كده تمام واروح مسلا كاتب مسلا آآ عاملة ايه تمام واروح بعت تمام هي جاتة هي دلوقتي اتبعتتها هي ودلوقتي الرسالة فيها علامة تنصح هروح جاي هنا واروح عامل دليت الحسف لده الجميع اهو كده اتحزفت هي كده الرسالة اتحزفت طيب نفتح كده بقى الموبايل عند ماما اهو وهنيجي على الواتساب اهو في تم حسف رسالة طيب انا عايز اعرفها هروح جاي هنا واروح جاي على كلمة نوتي سيف اهو واروح جاي في حاجة اسمها واتساب اهو اهو واتساب ثواني اهو محمود تحسين اهو اخر واتساب اهو ببعض من محمود تحسين اهو في تلاتة اهو تحسين ازايك يا ماما عاملة ايه كلمة عاملة ايه دي اللي اتحزفت تم حسف رسالة هي دي بقى الفكرة في برنامج نوتي سيف هي دي المشكلة ان انت الرسالة بتجيلك وبتعركات تتمسع هي بقى ده البرنامج اللي بيسجلها يعني لو انا مسلا جربت مسلا انا عمل حاجة زي كيه تاني مسلا لو ايه اهو يعني مسلا اه سواني هقول لكم مسلا وليكن برضو هعمل لها امسح دي اخرج من هنا برضو وروح اقفل دي كده وروح مسلا اقل لها اه مسلا اخبارك دي اخر بقى حاجة اخبارك ايه كده انا بعدت رسالة هي وفي رسالة الصوتة هي عادي بعد كده روح مسح الرسالة دي تاني كده هنا الحسف لده الجميع وروح مسحها بس كده وروح انا جاي فاتح الموبايل اهو كده وروح جاي فاتح الواتساب اهو تم حسف رسالة هروح جاي على كلمة اهو اخبارك ايه تم حسف رسالة دي حلوة بتاع متنساش تنزلو متنساش تعمل طبعا لايك وتشترك معا في القناة اه انا اسم محمد تحسين شكرا جدا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بعد ما شفت الفيديو اتمنى حضرتك ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك معا في القناة لان فعلا فعلا انا محتاج دعمك لان فعلا خمسة ثمانين في المية او تسعين في المية من اللي بتفرجوا علي في اليوتيوب ما بيشتركوش معا في القناة فاتمنى حضرتك تشترك معايا وتعمل لايك للفيديو لان فعلا انا محتاج الدعم ده. واحنا مش بنتكلم عن البرامج بس احنا بنتكلم عن الساعات. احنا طبعا مش مدي حقها دلوقتي لان فعلا انا بجمع عشوات ساعات كده حلوين. واطلع بقى بريفيوهات كتير للساعات. احنا بنتكلم عن الساعات. بنتكلم ازاي تصبط الوقت. بنتكلم عن العضلات. بنتكلم عن الرياضة. بنتكلم عن اي معلومات عامة. فاتمنى حضرتك ما تنسنيش. وان شاء الله ان شاء الله تستفيد قوي قوي من القناة بتاعتي. شكرا جدا ليكم وما تنساش انا اسمي محمد تحسين من قناة سرشاج. والسلام عليكم.